بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقررة Thermodynamics and Fluid Mechanics مع الدرس الأول Energy and Energy Transfer كنا قد عرضنا في الحصة الماضية مجموعة تعريفات حقية Kineric Potential and Internal Energy ثم بدأنا بعرض Energy Transfer by Work فلن هذه الحصة نحاول أن نبدأ بتعريف Energy Transfer by Hit يعني سنحاول أن نبدأ بتعريف الهيت ثم إعطاء جميع المعادلات اللي ممكن نستعملها إن شاء الله في حساب الهيت فهنا الهيت like work يعني مثل work is energy in transit واللاحظ هنا أن كلمة Energy Transfer يعني انتقال الطاقة باستعمال الطاقة الحرارية أو الحرارة heat is defined as the form of energy that is transferred across the boundary of a system at a given temperature to another system or the surroundings at a lower temperature virtue of the temperature difference between the two systems يعني هو الطاقة التي تتنقل من السيستم لما يكون عنده درجة حرارة معينة إلى سيستم آخر أو إلى Surroundings يعني المحيط الخارجي عن طريق بالطبع لحدود السيستم هذا لما يكون أيضا عنده درجة حرارة أخرى فنعيد هنا بشكل مبسط كأنه عندي جسمين مختلفين درجة الحرارة فهنا في طاقة حرارية أو طاقة تسمى الطاقة الحرارية أو heat تتنقل من المكان الساخن إلى المكان البارد فهذا هو الطاقة هذه تسمى إيش؟ تسمى heat The SI units of heat بالطبع بما أنها energy فهي إيش؟ Joule فنستعمل حرف J capital نستعمل أيضا Q is used to denote heat يعني لما نكتب heat فنكتب إيش؟ نكتب حرف Q capital زي ما عرفنا الwork أو قلنا إنه الwork يمكن اعتباره موجب لما يدخل للسيستم أو عذروني هنا موجب لما يخرج من السيستم وسالب لما يدخل إلى السيستم فهنا أيضا راح نتفق على second convention يعني نتفق على اتجاه heat فهنا الهيت راح يكون موجب لما يكون إيش؟ transferred to a system والهيت راح يكون عكسه يعني إيش راح يكون سالب لما يكون transferred from system فهنا فقط قبل ما نمر إلى السطر الأخير أو تعريف الأخير فقط أو التذكيركم إنه الwork 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 لما يدخل للسيستم ويخرج للسيستم فقلنا الwork لما يخرج من السيستم يكون موجب لما يدخل إلى السيستم يكون سالب فهنا الهيت لما يدخل للسيستم ننتبهوا هنا إنه موجب لما يخرج من السيستم يكون إيش هنا شباب سالب فمثلا روعة تذك الwork يساوي 220 جول that means what's about that means هنا داخل السيستم أو خارج للسيستم طبيعي هنا بما أنه موجب فهذا يعني إنه خارج من السيستم لما نعطي إنه الهيت وجدت النتيجة for example minus 1700 جول فهذا يعني إيش شباب موجب أو سالب هنا عندي السالب فهذا يعني إنه الهيت هذي خارجه من السيستم ففقط هنا السيقن هذا يعبر لي عن إيش يعبر لي على إنه داخل أو خارج للسيستم الشيء الأخير بالنسبة للهيت كلمة adiabatic process يعني ماذا شباب يعني automatically heat أو no heat transfer that means heat is equal to zero فهنا please في عندي ثلاثة أنواع الهيت لم يدخل للسيستم يعتبر موجب يخرج من السيستم يعتبر سالب ما في عندي انتقال للحرارة فإذا يمكن اعتبار السيستم هذا adiabatic process يعني heat is equal to zero أيضا الهيت مثل الwork في شيء آخر اللي كنا قد عرضنا عليه يعني لما عرفنا in exact differential قلنا إنه الهيت مثل الwork يعني إيش in exact differential فقط أو التذكيركم يعني عشان نحسب الهيت from state 1 to state 2 يلزمني depends يتأثر تأثر مباشر in the path يعني يتأثر بالطريق data system flows during the change of state فهنا لماذا نكتب حقة differential of heat نكتبه بالحرف هذا يعني in exact differential delta q فهنا ليش؟ لأنه الهيت depends on the path فهنا التعريف الثاني هنا اللي هو الwork in exact differential أيضا الهيت in exact differential بالطبع الهيت هنا between 1 and 2 نفس الشيء هنا نقدر نكتب الهيت q1 and 2 في بعض المراجع أو نكتب q1 سهم 2 هذهم الثلاثة denotes تحصلهم يعني في بعض المراجع كده فكلهم يقصدوا نفس المعنى فإيكون التكامل between state 1 and state 2 of the q نفس الشيء هنا specific heat يعني لو نبغى نحسب الهيت per unit of mass is equal q over m بما أنه هنا الهيت joule and here is kilogram it will be joule per kilogram هنا نكون قد خلصت المحاضرة هذي أتمنى أنه نحط في أذهاننا أكثر من شيء الشيء الأول هو أنه لما الهيت تدخل السيستم موجب يخرج من السيستم سالب لما ما في heat transfer that means adiabatic process الشيء الثاني أنه الهيت like or is inexact differential يعني is يعني depends on the path يعني يتأثر تأثر مباشر بال path السلام عليكم ورحمة الله